أستاذ دريس القرش بمدينة سيديحة الغرب بناءً على ارتفاع العدد الإصابات المؤكدة بمدينة سيديحة الغرب وتخذ قرار لأن الفكرة تروجت بشكل خاطئ أنه لم تخذ قرار لتأجيل الدراسة وإنما تخذ القرار لتغيير نمط التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد لأن هذه المقاربة السليمة فلم تؤجل الدراسة وإنما تم تغيير نمط الدخول المدرسي بحيث أنه كان مفترض أنه يكون دخول حضوري ولكن بناءً على الوضعية الوبائية فتقرر أنه يكون تعليم عن بعد إذن ففضل هذه المقاربة الجديدة والتي كانت صراحةً مفاجئة لأنه كانت ترتيبات لدي الإدارة التربوية والأساتدة والجمعية الأباء أننا كنا نشتغل على قدم وصاق البشر الرحبو بتليم داتلي كانوا يدخلوا اليوم في 17 تنبير إلا أن الظروف كانت أقوى منا فجاهد القرار هذا أنا سأجيبك انطلاقاً من كونك أستاذ أولاً لا يمكن تغيير الحديث عن الدراسة عن بعد تكون ذات جدوى أكثر من التعليم الحضوري لأنه لا يمكنش تحدث لناشي واحد على هذه المقاربة هذه فبالتالي فإحنا دب الآن كما قلت الوضع دي الأسرة ما تسمحش راه ربما سنوجد بعض الأباء اللي باتيتوا فرشت على هاتف عادي فكيف الحديث عن الهاتف الذكي وعن الحاسوب وعن الصبيب وعن شبكة الأنترنت إذن فمن الصعب جداً أن ننجحوا المقاربة للتعليم عن بعد ولا تعود الحضوري إذن هذا هو الإشكال لا ما كيش تأجيلها أولاً سيكون تعليم عن بعد كيف؟ لأننا سنشكين المذكرة 39 المنظمة للدخول المدرسي بحيث أننا سنشتغلوا بأنصاف يعني المؤسسة ستشتغل بأنصاف العدد ديلة المتعلمين الحجران اللي كان فيها 15 تلميذ في العادي اللي كان فيها 30 ستولي فيها 15 فبالتالي سيحصل تباعد الجسدي ما بين تلميذ ثم أن المؤسسة رأى المديرية الإقليمية وفرت جميع المواد ديلة التعقيم لا بالنسبة لتلميذ ولا بالنسبة للاستدة أولاً الإشكال الكبير اللي تكلمت عليه وهو أنه في ظل هذه الظروف هذي ديل أن تغيير ولت الدراسة عن بعد رأيها ما غا تكونش تكافؤ الفرص ما غا تكونش تكافؤ تحت داخل المدينة لأنه لأنه كان التولوتين ديل الساكينة تتعيش لها وكين واحد تولوت اللي يمكن نصنفوه ضمن الناس اللي ممكن أنهم يكونوا لذم تتفروا على وسائل التكنولوجيا دابة فيها الفين ومئتين وزيادة ولازالت يعني غا تتقبل بعض الوافدين من مناطق أخرى للناس كين حركي هذه الموظفين تنتقلوا من مدينة إلى مدينة فبالتالي هذا العدد هذا قابل أنه يرتفع ثم أن غا تنطرح واحد مسألة أن التانوية حالياً تتشتغل فوق الطاقة الاستعابية ديالها لأنها أولاً هي أول تانوية في الظروف عادية والتانوية كان تتشتغل فوق الطاقة ديالها الآن الحمد لله بأنه كين تانوية أخرى اللي راغدت ابن فهد سنة 2020 2021 اللي هي تانوية عبدالهادي أبو طالب لربما ستفك هذا الإشكال هذا ديال الاقتضاد لتتعرفه إذن مازال ما تمشي الفتحاد تتطور البناء ثم أن الإشكال اللي يمترو على مدينة سيديح العرب وهو أنها تتستقبل الروافد من جميع من جموع ديال الجماعات كين جماعات عمر صفلية كين جماعات المقرن كين جماعات عمر الشمالية بالإضافة الساكنة ديال مدينة سيديح العرب إذن هذا هو اللي خلال اكتضاد يكون في المؤسسة هذا هو الإشكال دب الآن نحن سندبير كجمعية ديال كشركاء احنا من ضمن الشركاء اللي تناخدوا القرار لأنه حتى في القرار ديال هذا ديال تعليق الدراسة عن الحضورية وتغييره بالدراسة عن بعد ركان جتماع كان تم اجتماع رسمي هنا حضروا المسؤولين من العملاء ومن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وفعلا حضرات أنا حضرت شخصيين كممتل لجمعية الأباء فالقرار لم يتم اشتخاذه بشكل اعتباطي وإنما تم الإقليمية بشغيرنا القرار من الحضوري العنبعد الإشكال اللي متروح ذبع حاليا اللي غن نقشوه ذبع مع المديرية ومتروح بحدة أنا أعطي أنا أعطي مثال نحنا بمدينة سيديحي الغرب توجدوا في جهة الريبات سالة القونيطرة إذن فبالتالي جميع كين الامتحال الجهوي اللي مبرمج الواحد وجوجو ثلاثة في أكتوبر فجول التلاميذ ديال جهة الغرب ديال جهة عفوا ديال جهة تريبات القونيطرة غيكونوا استفدوا من التعليم الحضوري وهم يهيئون للإمتحال اللي غيدوز بداية ديال أكتوبر يعني فحنا نعرف بأن التعليم الحضوري هو تعليم ذو جدوى هتلمد هدو غيكونوا ما غتكونش تكافؤ الفورست اللي مذات ديال نحنا ديال بنو زيدون ما غيكونوش تتلقاو يعني عن بوعد بنفس الجودة وبنفس الدقة كما تتلقاو أصدقاء ديالهم في باقي الجهات الأخرى يعني مثال غيكون في المدير يعدنا بمدينة سيدي سليمان تلمد ديال سيدي سليمان ولا تلمد ديال العمر الشاملية اللي قراب جدا هم مستفدوا من التعليم الحضوري وهذا الوليدات هدو ديال عمر ديال بلدية سيدي حي الغرب عند تعليم عن بوعد إذن هذا إشكال نتمنى أن واحد جوش ثلاثة أكتوبر قررت وزارة التربية الوطنية أنها تدير المتحان الجهوي للمستوى الباكالورية إذن فبالتالي دابا الآن احنا تنسجلو احنا فتحنا الحوار مع المديرية الإقليمية ومع السلطات المحلية يعني كيف سيتم التعامل مع هدو المتحان الجهوي واش غيتم إلغاؤه بالنسبة للمدينة للتلامة ديال سيدي حياء أو غدي تأجل لفتراتين أخرى أو غدي تلغاب هدو المتحان الجهوي احنا فتحنا النقاش مع المسؤولين باش نلقوا حلول مستعجلة في هذا الشأن هذا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية